في المناسبات دي الكلمات اللي بتطلع كده بدون ترتيب وبتطلع من القلب هي الأفضل يعني في البداية طبعا برحب بكل السادة المسؤولين وبهني كل أهلين في مناطق حلوان كلها وماي وعزبة الولدة وكفر العيلو برضو عشان الأستاذ محمود يعني لنا كلام في كفر العيلو بهنيهم على هذا العمل العمل ممكن يكون مهم بالنسبة لهم ومهم أيضا بالنسبة لنا احنا عندنا خطة مصد عليها من سيد الرئيس بتنفيذ كباري وأنفاء أعلى وأسفل السكك الحديدية في كل مصر حتى لا تتقاطع الطرق مع السكك الحديدية في مناطق المزلقانات المخططة أو الغير مخططة ويحصل اللي بتشوفوه يوميا حوادث لعبور السكك الحديدية ما أنت لقيت الطلب في البداية كان من الأستاذ مصفى ثم من الأستاذ محمود بكري اتناقشت مع السكت المحافظ طبعا الأستاذ علاء عابر ولجنة النقل في مجلس النواب بيتابعوا معنا بالسمرار ولهم دور كبير جدا وفاعل متابعة مستمرة تزليل صعاب حل مشاكل على الأرض مع مش الأهالي احنا ملناش مشاكل مع الأهالي قد يكون في بعض الناس مثلا متضررين ولا حاجة ولا طبيعي ان احنا نجي نعمل طريق في مكان او كبر في مكان او نفأ في مكان او حتى زي محطة القطار السريعي اللي هنعملها ان شاء الله في منطقة كفر العلو وخمستاشر مايو جنوب حلوان يعني بيبقى في بعض اللي طبعا اي حد بيبقى جايين عليه علشان نعمل كبرى ونعمل نفأ بالتالي بالتأكيد يعني بيتاخد منه حط أرض من أرض وكلنا هندقي هنا بيبرز دور السادة الأفاضل النواب ولجنة النقل والمواصلات بيبدأوا يساعدونا عشان نخنع الناس ونوضح للناس احنا جايين نخدمهم مش جايين نعمل حاجة تضره مرة تانية انا بشكر طبعا الرئيس عفتاح السيسي على دعمه وعلى اعتماداته المالية الفورية بمجرد نقول يا فنم احنا عايزين نعمل كبرى في الحطة الفونية او نافع حطة الفونية في الكلام ده يقوله على طول ما تسأزنش طالما في حاجة تهم الناس وتهم اهالينا وخاصة في المناطق يعني مش هنقول المناطق الغير مخططة لا مناطق مخططة ولكن قد يسكنها يعني ناس بكسافة سكانية عالية محتاجة كبرى او نفق او شارع او محور يفتح الشوارع دي على طول نفذ بنيجي نتكلم في الفلوس الفلوس عندك لو انت محتاج فلوس خد فلوس يعني بصراحة انا شخصيا بشعر براحة سعيدة لما اجي اعرض حاجة على ساتة الرئيس وتصديق بيتاخد في يعني اقل من دقيقة ثواني وخاصة لما يكون حاجة فعلا بتخدم اهالينا في المناطق زي ما نقول الاكثر كسافة سكانية عايز بس نوه هنا على حتة وهي ان الشركة اللي نفذت هذا النفق اه هذه الشركة شركة من شركات الحكومة من شركات خطاع الاعمال شركة تتبع وزارة النقل من شركات الشركة القبضة للطرق والكباري شركة النيل لانشاء الشركة العامة لانشاء الطرق شركة من اه تلت شركات عندنا كبار اه شركة بنحافظ عليها شركة بدأت اه تتفاعل مع اسلوبنا يعني النهج اللي حطوا سيد الرئيس ان احنا ننفذ مشروعاتنا بسرعة كبيرة جدا يعني وبأعلى جودة طبعا الجودة لا خلاف عليها وبتكلفة مالية اقل هذه المشروعات لما الشركات نفسهم بدأوا يشتغلوا معنا بالنهج ده بدأت الشركة ما تعدش في الموقع سنة تقوم تخسر اكتر على الال العمالة والغفر والعربيات الراحة جاية بدأت الشركات الحمد لله تكسب وتتحرك معنا كويس جدا بشكر المهندس علي عياد واللي هو عادل ترك في شركة النيل لانشاء الطرق اللي ان شاء الله بإذن الله شركة ذريق واخد النهاردة محور كبير على النيل بتشتغل فيه الشركة الشقيقة لها النيل العمالة الطرق والكباري واخدت اتنين محور بتشتغل فيهم خلصت محور ديروت في أسوط وشغلت دلوقتي في محور أبو تيج يعني شركتنا الحمد لله بخير بتنفذ مشروعات يعني ده تقديم خدأ أقل من 35-40 يوم محور على النيل بياخد سنة يمكن الشركة الشقيقة لشركة النيل دي كانت مثلا بتشغل في محور كلابشة بقالها 10 سنين خلصته مع الاسلوب الجديد ونهج الجديد في أقل من عام يعني يمكن الأستاذ مصطفى راح معانا الصعيد وشاف محاور النيل اللي بقت بتطلع في سنة ويمكن بكتيره قوي سنة وشهرين سنة ونص الحمد لله شركتنا بخير وبأكد تاني بقول شركتنا شركات الدولة لأننا عارف شركتنا معظم عمالها ومهندسينها وموظفينها من هذه المناطق اللي احنا موجودين فيها بطمنهم شركتكم بخير شركتكم ان شاء الله بإذن الله جاية لا تفريط في شركة بتكسب وكلهم الحمد لله بدأوا يكسبوا مرة تانية بوجه الشكر لكل السادة النواب والسيد محافظة القاهرة وكل القائمين سعدوا في تنفيذ هذا المشروع بنهني للمرة التانية والتالتة أهالي منطقة عزبة الولدة وحلوان أنا شخصيا وبالنيابة عنه كلكم بشكر الرئيس عفتاح السيسي على تضيئه وتبنيه للخطة الطموحة لتنفيذ احنا حاليا دلوقتي بننفذ ستة وتلاتين كبري ونفأ على السكك الحديدية لحل مشاكل التقطعات ومرور أهالينا وعبرهم للسكك الحديدية بأمان